اذا الاعلى للجامعات النهاردة عقد اجتماعه واكد على مجموعة من القرارات اللي كان اعلنها السيد وزير التعليم العالي منذ ايام وعلنها معنا الحقيقة انه بدء الفصل الدراسي التاني استكمال اعمال الامتحانات المؤجلة يوم السبت المقبل هو 27 الجاري والتفاصيل كتيرة في قرارات المجلس الاعلى للجامعات خلونا الاول نسمع هذا المقطع مما قاله السيد وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار عندما كان يضع حجر الاساس لجامعة حلوان الاهلية وبيتكلم عن جدول الامتحانات وبعد كده نتكلم عن تفاصيل ما قاله مجلس الاعلى للجامعات حول استئناف الدراسة والامتحانات احنا عندنا مجلس الاعلى للجامعات لتنفيذ قرارات لجنة ادارة شؤون الازمة اللي تمت من حوالي 8 ايام او 9 ايام علشان نطمئن على بداية العام الدراسي ان شاء الله يوم السبت الموافق 27 زي ما اتفقنا واستكمال الاعمال الامتحانات المؤجلة من فصل الدراسي الاول اطمن حضراتكم ومعايا زميلي من مجلس الاعلى للجامعات ان الاستعدادات كلها على قدم الوساق في كل الجامعات سواء في اجراءات احترازية من التباعد ومن اعمال الامتحانات واحنا قمنا بالكلام ده قبل كده السنة اللي فاتت من خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي التاني وكمان عملناها لما عملنا كل امتحانات الخاصة في سنوات النهائية فاطمن حضراتكم وتم اطمن اولادنا الطلبة ان كل الجامعات المصرية في انتظار عودة الدراسة ان شاء الله لاستكمال العام دراسي حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل اللي احنا نتمناه ومستقبل الولاد يقدر ان هو يكتمل في ضوء البرامج الدراسية اللي احنا نطمئن بها على مستقبل الولاد اشتركوا في القناة